تقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف جاء ذلك خلال الاجتماع الإسبوعي للحكومة حيث أشار مدبولي إلى استمرار الحكومة في بذل كل الجهود الممكنة التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على زخم تعافي أنشطة القطاع الخاص صغير النفطي وفق المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى نشاط أعمال شركات القطاع الخاص في العديد من القطاعات وأكيدا أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص والعمل على إتاحة المقاومات والاحتياجات اللازمة التي تضمن استمرار عمل مختلف الشركات والمصنع كما ثمن رئيس مجلس الوزراء الجهود الجارية بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة منوها إلى ما تم مؤخرا بشأن إبرامي صفقة لطرح شركة تبويلي الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر ترجمة نانسي قنقر